مريم طاحون هي أصغر مطربة أوبرا في فيينا ولدت في فيينا حيث يعمل ويقيم والدها منذ سنوات ظهرت موهبتها الفنية في سن صغيرة وشاركت في العديد من الأوبريتات العالمية وبلغات مختلفة شاركت مريم في أول عرض لها في مصر على مسرح الجمهورية تابع للأوبرا المصرية تفاصيل دائما مع سامار باشات عمرها 16 عاماً ولكنها استطعت بصوتها أن تحجز مكانها بين أكبر مغني الأوبرا العالميين وأصبحت أصغر مؤدية في أوبرا فيينا مريم طاحون مغنية أوبرا مصرية ولدت ودرست في العاصمة النمساوية خطفت الأنظار في عرض على مسرح الجمهورية في قاهرة حيث شاركت فرقة أوبرا القاهرة في حفل تضمن تأدية أشهر إغاني ديزني والمسرحيات الغنائية العالمية أنا دبعاً فرحانة جداً على الفرصة دي أن أنا أكون كمان أصغر مغنية في موجودة في العرض ده وده برضو حاجة بتفرحني جداً لأن ده كيف يورني برضو أن هنا الدولة فرحانة بي وأنها عايزة تشركني كمان دي دولة بتاعتي هو دائماً تحدي بس أنا بحب الحاجة وبحب الغنى وطالما أنا بحب الحاجة أنا دائماً أكمل فيها ودائماً أتحسن فيها وطبعاً فرحانة أن أنا مصرية لأن أنا لما مثلاً أبقى كويسة في حاجة الناس يقول أغداء هي مصرية جذبت ماريا من تباه معلمتها في الحضانة وهي في الثالثة من عمرها لموهبتها الفنية لتبدأ منذ صغرها رحلتها في تعلم أصول الغناء الأوبرالي والعصف على البيانو فإلى جانب دراستها الثانوية في فييانا فهي تدرس في مدرسة الأوبرا للغناء والمعهد الأسباني في فييانا في سن ست سنين دخلت المدرسة اشتركنا لها في مدرسة تابعة للمدرسة اسمها المدرسة الموسيقى فبدأت تعلم البيانو ده كان البداية خالص ما كانش بقى فيه غنى ما كانش فيه حاجة فمدرسة البيانو بدأت تحس إن صوتها كويس يعني حتى من الكلام فالثلاثة بيامارين تبقى إيه رأيك تشترك معنا في الكرال تضمن العرض في القاهرة استعراضات لفرقة فرسان الشرق للتراث لمسرحيات عالمية منها شبح الأوبرا وأغنية من الجميلة والوحش حلوة قوي إنه يكون دايما فيه يعني نيو جينيريشن بتغني وإنه دايما دكتور إيمان ودكتور إيناس عبدالداي مزيرة الثقافة حارسين إنه هم يهتموا جدا بالمواهب الشابة خصوصا اللي برا إنه دايما يحسوا إنه دابتهم أساسي دي بلدهم فازت مارين طحون بالمركز الأول في مصابقة بريمالا موسيكا الموسيقية العام الماضي وكذلك في مصابقة موسكو الدولية للعصف هذا العام كما حازت على عدد من التكريمات من جهات مختلفة مصرية وأوروبية سمر بشات العربية القاهرة للمزيد تنضم إلينا من القاهرة مريم طحون مغنية الأوبرا صباح النور لك يا مريم يعني النيل وراكي صباح الخير هذا المنظر الجميل أوه صباح لديك شايفة خلي بالك ها مترين لقدام أهم حاجة نزل الميكروفون كده خلينا نشوف وشك الحلو ربنا يحفظك يا مريم أيوا كده واتسامتك هذه الجميلة مريم خبرين أكثر هذه الموهبة أنت الآن عمرك 16 سنة ولكن اكتشفت موهبتك من قبل ووالدك دعمك وأصلا حصلت العديد من الجوائز العالمية آخرها بمصابقة موسكو للبيانو ده صحيح أنا بدأت وانا عندي ثلاث سنين كنت في الحضانة وكانت مدرسة حرارة بتحب أنها تغني معنا فأنا بصراحة ما كنتش أيا ما فهم حاجة عن الموسيقى بس أنا كنت بحبها يعني كنت بحب اسمعها كنت بحب أن أنا قدرنا أغني ألعب على ألات فلما دخلت الابتدائي كان في مدرسة بتعلم يتار فلوت وبيانو وأنا اخترت البيانو وحتى أولا ما دخلت لها هي برضو حاست أن أنا فعلا محترفة أن أنا بحب الآلة كانت مثلا بيديني مقطوعة أطلعها كنت برجع لها أطلعها أربعة ولا خمسة فأنا أصلا من ونة صغيرة أنا بحب الموسيقى وبذلك موسيقى كلاسيكية هل تسمعينا وبعدين أسألك السؤال اللي عندي يا مريم ماشي يالله سمعينا أسمعك وماشي اللي تحبي موسيقى 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 نشوفكم بكرة نترككم مع مري يا مطاحون مغنية الأوبرا يلا آخر حاجة بصوتك الجميل تفضلي تفضلي